كابتن يعني الأول عايزة أخد رأي حرتك في قرار الكاف بتأجيل طبعا مباراة الزمالك مع الرجاء المغربي وتأجيل المباراة النهائية اللي طرفها طبعا النادي الأهلي يعني طبعا ما هو أحدد المعاد بتاع المباراة النهائية يعني هو الاتجاه للاسة ما فيه قرار رسمي إن 4 نوفمبر ماتش الزمالك مع الرجاء و27 نوفمبر المباراة النهائية ده الاتجاه لكن لسه ما فيه قرار رسمي أنا قاعد أنا متابع زيك كده وفي القرار وبعدين الكلام كتير جدا في القرارات يعني أنا متياق لي التأجيل مباراة الزمالك طبعا الناس بتقولي التأجيل مش لصالح الزمالك أو لا التأجيل مش لصالح لا للزمالك ولا صالح النادي التأجيل طبعا في محاق التوقيت طبعا مش مناسب خالص إن أنت تيجي قبل الماضي بيمين وأنا بحضر نفسي وحضر نفسي للمباراة وحضر طريقة اللعب والفرقة الحلعبية بعدين أقوم في لحظة أغير التوقيت المفروض الاتحاد الإفريقي ده هو اللي بتجي دار السباق لكل الاتحادات الإفريقية في الانضباط والانتزام والتوقيت والبرامج والحاجات دي فأنا شايف الكلام ده غير مكنع بالمرة يعني بصراحة يعني غير مكنع بالمرة وده حيقلل يعني مش حاول ليقلل من حصوص لكن إحنا كنصريين يعني خدنا الموضوع بشيء من إنسانية أنت في الظروف اللي فيها الإخوة للمغاربة الإصابات والحاجات دي وإحنا أن المغاربة تتأخر أو تتأجل عشان الإصابات بتاعتهم لكن الاتحاد لو إحنا لو فريق مصري عند الظروف ده الاتحاد الإفريقية هياخد نفس الموقف أنا متهيقل لأ طيب فيما يخص يعني أنا لسه بتكلم على السخوني أو الصراع اللي أحيانا بيبقى قائم على السوشيال ميديا بشوفه بشكل كبير ما بين الآهني ما بين الزمالك يعني رأي حضرتك في كيفية التعامل مع هذا الصراع فكرة أن التهدئة كمان أنا عارف أن حضرتك لما كان حصل دوة فترة من الفترات كان حضرتك والكابتن حسن شحاته والكابتن محمول الخطيف في مباراة من المباريات كنتوا بتهدوا الجماهير النديين فرأي حضرتك إيه في الجزئية دي؟ أنا رأيي أن لازم يبقى التدخل يعني أنا مش عايز أقولي اللعيبة وكده عشان الظروف برضك في التوقف ده سخني شوية أنا لازم الإدارات لازم تتعامل وطبعا الدكتور أشرف يعني تدخل بشكل يعني بشكل للتهدئة يعني عايزين نهدي بعض أي حاجة بتعمل إذا عجل الجماهير دي بتأثر على يعني مش في الكرة بس في كل حاج خلي بالك أن الكرة متنفس للشعب المصري لكن في نفس التوقيت إذا احنا بنمر بظروف إحنا يعني إحنا مصريين يعني المفروض إحنا نعاون بعض من غير ما حد يحس حتى لو عندنا وجهات نظر تختلف لكن إحنا البلد بتمر بظروف أهمة مكورة يعني دلوقتي عندنا شوية مشاكل أهمة مكورة ولازم إحنا نتعامل بشكل يعني شكل متحضر شوية في حتة إن إحنا يعني فيه بلد والبلد دي عندها شوية مهام وإحنا عندنا شوية ضغوط وعندنا انتخابات وعندنا برلمان بتعملوا مجل الشيوخ وبعدين عندنا مشاكل سياسية تانية بمستقبل بلدنا في الفترة اللي جاية يعني خلينا نقول إن عندنا مهام سياسية وليست مشاكل يعني الحمد لله الدولة في الفترة الأخيرة بتمر بمهام بتقدر تكتاز أي مهمة بشكل جيد جدا ما تحطش بقى ضغوط عليها ما تحطش ضغوط بقى يعني أنت بتراعي ده بشكل كويس جدا وما تحطش ضغوط أكتر من المفروض إحنا مصرين نبقى حابين بلدنا ونحافظ على بلدنا والتهديئة لازم تكون موجودة مش عايزة أقول رموز الآل وثمالك الأنشيد دي إحنا لازم في دلوقتي رادي هي مش أناشيد بدون قطع الكلام حرطك لما أنا بتكلم على دلوقتي مع واحد رمز من رموز الكورة في مصر ورمز من رموز النت زماني أنا مش عايز إحنا كل يوم دلوقتي المشاكل جاء مني الزمان ما فيش الآل والزمان اللي بيبقى فيه مشاكل أو فيه مشاكل على المستوى وما حدش كان بيحس بيها دلوقتي كان فتح اللي موجود السوشيال ميديا دي موجودة عاملة بردك رد الناس بترد على بعضيها فالدنيا مفتوحة في الرد وده بيأثر على إن واحد بيرد ممكن يقول لأفضي ممكن يقول أي كلمة بأثر على معنويات حد يرد عليه بطريقة تانية احنا مش عايزين كل الكلام ده احنا عندنا أهم في التوقيت الحال اهم من كل الكلام ده أنا اللي يهمني بردك يا اسلام إن احنا نفكر بشكل كويس جدا إن احنا عندنا دوري عندنا السنة الجاية عندنا الدوري اللي عم لسه ما بدأش عندنا لسه كاس مصر ما انتهيش عندنا البطولة إفريقية أفطال دوري وعندنا الكومفدرالية خرجت خرجت يعني السنة جايب وأفضل وأحسن ودي فرقة باك كويسة جدا لكن أنا بأتكلم على كرة من فرق أهلي والزمالك من الغير رأس الأهلي والزمالك ما فيش كرة في مصر فإحنا لازم نحافظ على الكيان ده متى ما تخلي الكيان ده عنده مشاكل مع بعض وما فيش استقرار بينه بين بعض انت مش هتلاقي استقرار على المستوى الرياضي في خالص في مصر فأنا للنفسي السوشيال ميديا تساعد الناس في التهديئة يعني مش حاجة كويسة أنا أقول لشوية أطلع أقول أخبار وبعدن أخبار ممكن تأثر على معنويات الناس ممكن فيها شيء مش من الحقيقة ممكن فيها شيء من الحقيقة أنا مش عايزين الكلام ده احنا عايزين نهدأ عشان إحنا عندنا التزامات للمنتخب أفريقيا عندنا التزامات للمنتخب الناشئين والتزامات للمنتخب الأولومبي وعندنا كأس العالم للكورة اليد عندنا مهم كتير وليزم نحافظ عليها ولازم نشتغل عليها احنا مش هنشتغل احنا الحرب مش عايزين نقول ان احنا عايزين بنحارب في بعض لا احنا احنا طوله عمضينا الرياضة دي انت قلت نقطة مهما جدا اتخرج على مبارات أهلي وزمالك والجماعير مثلا قالت لفظ الحسن شحاتها بنشوف الكابتر خطيب خطيب رح واخد حسن شحاتها وراح للجماعير رح للجماعير مساقفة وعيشنا في المبارات هو ده اللي احنا عايزين نشوفه عايزين نشوف كل النادي هو انا هو انا ممكن اشوف فاروق جعفر بقيمته الكبيرة وحسن شحاتها طبعا الاسم الكبير وحازم امام ممكن اشوف وفد من نادي الزمالك بيزور النادي الاهلي وانتحردك يعني ورئيس النادي الاهلي الحالي هو زميلك طبعا الكابتن محمود خطيب هل ممكن اشوف قبل ماتش الاهلي والزمالك اللي جاي دوت مليش جعب اخلافات الادارات انا بتكلم ان حررتك واحد انا بتكلم واحد دلوقتي هو رمز من رموز الكرة في مصر ورمز نادي الزمالك وحررتك يعني حسب معرفتي طبعا مستشار كمان حالي لفني المجلس ادارة نادي الزمالك هل ممكن اشوف فاروق جعفر وحسن شحاية وحزم امام واحمد حسان ميد والاسماعي الكبيرة اللي في نادي زمانك انا مش عايز انسى حد متواجد داخل النادي الاهلي متواجد مع الكابتن محمود الخطيب زي ما حصل قبل كده انا يعني انا نفسي احنا لو في ناية الحاجة زي كده لازم يبقى من خلال يعني المنظومة الرياضية خلال وزير الشباب الرياضة يعني يعني يعد يحدد احنا روح لهم او هما يجنع احنا اعتقاضي كل واحد لبس تشيرت الاهلي او الزمالك انما صحته دلوقتي ان يحصل هدوء في الجولة انا ما حبش ابدا ان انا ممكن انا ممكن اقعد انطاقت حاجات معينة لكن ان انا اعمل فتنة بين جمهير الاهلي والزمالك او او ادارة الاهلي والزمالك او لعبة الاهلي والزمالك في كل الالعب ما كلمش على الكورة انا بقول الاهلي والزمالك ما فيش ريضة من غيرهم فلازم احنا نكون مثل كويس لكل الاندية نتكلم بشيء من السياسة والحرفية الحوار نتكلم في مواضيع تخص وتنبن وتطور الاداء بتاع الكورة والالعب التانية في مصر نتكلم دايما ان احنا قدوة لكل الاندية ان احنا ما فيش حتة ان احنا نتطاول او نغلط او نتاهم الحاجات دي على كائن النادين الكبار دولة اللي في الكورة اللي الناس كلها بتتمنى تشوف لعباتهم وتتمنى تتعامل معهم وتتمنى تخش الاندية دي فانا اتمنى ان المبادرة دي يكون على رأسها ووزير الشباب الرياضة لو حصل كده انا مش متهيأ لي حد حي مانع ابدا من من رموز او لعبة نادي الالية او الزمالك ان دا يحصل واحنا في ناية كلنا اولاد مصر الهلوية ولا زمالكوية ولا اسمع الهلوية ولا التحادية ولا اي حاجة مصروية احنا في النهاية اولاد البلد فالبلد هتشوفه في المصلحة احنا عمرنا هنتأخر وانا عن نفسي كنت مثلا اعتبر مثلا من الوداء موجودين في الجيل دلوقتي طبعا هو انت رمز مش من اللعبة القديمة هو انت يعني يعني شيئنا ما بينه هو انت رمز من رموز الكرة في مصر كابت فاروق ربنا خليك ربنا خليكم تب منك كم سنة بلاش 35 ولا 40 كابت فاروق يعني رأي حضرتك ايه في باشيكو وإدارته للمباريات منذ تولي المسؤولية الغاية دلوقتي بص نتعلم حاجة فكورة لا تسأل بعد المكسف لا تسأل بعد المكسف اه طول ما انت بتكسب ما حدش يدر يسأل الحساب في الخسارة طول ما هو ماشي ما حدش يدر يجي نحيض المكسف هو الشعار بتاعي واحد سعرك في شكلك في نجوميتك في تاريخك في كل حدا هو الشعار هو المكسف طول ما هو بيكسب كله تمام لكن انا شايف ان فريق الزمالك دلوقتي يبدأ حتى لو فيه اصابات انا يمكن كنت في السوديو اللي فات بقول لي ان فيه نجاحات بتحصل بعد كل مباراة لو فيه اخفاق في بردك من خلال اخفاق تلاقي نقطة انجح من انا شايف ان الزمالك في الفترة اللي فاتت رغم الاصابات الكثيرة ازا ما قالك عنده فريق تاني او عنده البديل اللي يقدر يقضي وده نجاح يعني نجاح المدرب والمدرب برضا تخلي بالك وجاء جاء بقاله معنا حوالي خمس مباريات بيشتغل لسه هو الغايد دلوقتي بيشتغل على القديم ما بيشتغل شي على افكار هو بيشتغل دلوقتي على الشغل المدرب اللي كان قبل كده وبيحاول بقدر الامكان ان هو يثبت التشكيل لكن يعني في الفترة الفتت عندنا اصابات اصابات مؤثرة جدا يعني عندك حازم وعندك محمود علاء وعندك عبد الشافي وعندك أوباما وعندك لعيبة كثيرة عندها اصابات عندك مثل بتكلم على زيزو مثلا مرهج ابن شارئ مرهج كل ده بيأثر على الفرق لكن النجاح ان انت عندك البديل جدا ومتعب جدا واستثنائي جدا فاتمنى ان شاء الله الفترة اللي جاية هو الغاية دلوقتي نجاح في المعام دكا ان شاء الله الفترة اللي جاية عبر عن شخصيته بشيء من من القوة والاسرار ان هو يكمل في البطولة الفريقية ويحقق ان شاء الله نجاحه وبطولة الاجناس ان شاء الله في الفترة اللي جاية طيب حرارتك تنصح مصطفى محمد بالاستمرار في الموسم اللي جاي ولا ياخد تجربة الاحتراف انا اتاعده جدا بعد نهاية الموسم الافريقي لو جات له الفرصة ان هو يسافر فيكون انا من وجه نظري لعيب الكورة ما تفردش علي حاجة لعيب الكورة لازم هو يكون حابب ان هو يلعب حابب ان هو القاتل حابب ان هو يحقق بطولات حابب ان هو يفضل نجمه واسمه كويس في عالم الكورة التوقيت بتاع النصفة مناسب ان هو يخرج يحترف لكن مش حالة يعني ممكن في 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 الشيطة مثلا وتكلم على الانتقالات الشفوية ممكن في الشيطة لو جات له فرصة ان هو هو طبعا جاله اكثر من عرض واحنا في التوقيت ده من ايضارش نستغنى عنه ان احنا عندنا بطول افريقين عشان كده احنا وقلد احنا كمان كان عندنا بنجاهد ان احنا في الفترة اللي فاتت بعد الاخفقات اللي حصلت في المنة وتأخرك في الجدوى للدوري احنا عايزين نستقر ان انت كان عندك منافسة بينك وبين درامز ان انت تبقى في المركز التاني عشان تستمر في طول افطال الدوري انت كان في عوامل كتير عندك كمان كاس مصر انت محتاجه في كاس مصر ان شاء الله لو جات له الفرصة في الانتقالات الشفوية انا مش متى يقليل النادي حيأثر معاو النادي حيراحب ان هو يمشي وده طبعا هيبقى تاريخ واللعيب أم وهو ما يقلش عن اي نجمة على فكرة من اللي راح طرفه بر وعمره مناسب جدا ان هو يسافر ويحتري ان شاء الله لو جات له الفرصة يعني نتمنى له النجاح ان شاء الله ان هو لعيب كويس النجم الكبير الكاتف فاروك جفر طبعا نجم الكرة المصرية ونجم نادي زمالك الأسبق طبعا كل سواحة حركة طيب طبعا بمناسبة عيد ميلاد واحد من نجوم نادي زمالك السابقين